سلام الله عليكم ازايكم ها شباب عاملينيه معكم عبداللطيف سعيد واهلا بكم فيديو جديد فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون عن ان انت ازاي تقدر تتعامل مع الفيديو او تصنع فيديو على ادوبي اكسبريس طبعا في الفيديو اللي فات لو انت بتابع القناة اتكلمت عن ادوبي اكسبريس ورشحت وشرحت الوجهة وقلتلك ان الموقع ده يعني بديل لموقع كانغا او كانفا واللي انت تقدر تعمل حاجات كتير جدا من عليه لانه من شركة ادوبي فبالتالي جميع برامج ادوبي والادوات اللي موجودة فيها تقدر انت تستخدم على الموقع ده والجميل فيه ان هو مجاني اه في حاجات مدفوعة فيه وانما بشكل عام هو مجاني يعني انا دلوقتي عندي حساب مجاني يعتبر على الموقع ده وبشتغل عليه عادي جدا فخاني دلوقتي اشرح لك ان انت ازاي تقدر تتعامل مع الفيديوهات اه في الموقع ده بكل سهولة على موقع ادوبي اكسبريس اول حاجة طبعا انت هتيجي عندك على الموقع اللي هو ادوبي اكسبريس هتدوس هنا عندك على وهتنتظر معاك لحد اما يفتح طبعا انا شرحت الوجهة في الفيديو اللي فات زي ما قلتلك بس انا هنا مش هروح لأي حتة غير فقط خيار فيديو فانا اروح هنا عندي على خيار فيديو وابتدي بقى دلوقتي انا اشوف عايز الفيديو ده لايه طبعا زي ما قلتلك ان الفيديو هنا بيديك مجموعة من الخيارات اول حاجة عندك هنا بيقول لو انت مسلا عندك فيديو طويل وانت حابب تقص جزء من فيديو فانت تقدر يعني ان انت هتستخدم عندك الخيار اللي هو لديو عندك مسلا الريسايز الفيديو او الا يعني ده لو انت حبيت ان انت تغير مقاس الفيديو بتاعك افتراضا ما يعني بدلا ما يكون فيديو عريض لليوتيوب لأ تخليه فيديو طويل مسلا نقول ليه اليوتيوب أو التيك توك او الريلز او غيره عندك هنا اللي هو اه اللي انت ده يعني الخيار ده ان انت تقدر تدمج ما بين الفيديوهات والصور يعني افتراضا انت عندك اكتر من فيديو وكذا صورة مثلا او فيديو وصور وانت حابب تدمج ما بينهم تقدر تعمل ده بكل صورة باستخدام الخيار ده وكروب فيديو وخلافة كل ده من النهاردة ان شاء الله هتشرح طيب افتراضا دلوقتي انا حابب ان انا اعمل فيديو طيب اعمل فيديو ازاي بص اسيد ايدي باختصار شديد انا هافترض ان انا هعمل فيديو متعلق بالتيك توك فهاجي هنا مثلا او فيديو ريلز مثلا متعلق بقى انستجرام هنا طبعا عندك في خيارين في كل واحد في خيارين اول خيار اللي هو يعني بيقولك ان انت يعني تعمل حاجة من الصفر اللي هو اه الكرييت ده لو انت حبيت تعمل حاجة من الصفر يعني تبدأ من كل حاجة لوحدك او هنا عندك بيقولك اختار تامبلت اللي هو براوز تامبلت هفهمني انت عندك بقى الخيارين دول هي ان انت تبدأ حاجة من الصفر هي ان انت تختار تامبلت طبعا اختار تمبلت موضوع مش صعب انت هيك اختار تمبلت اي تمبلت انت عايزه وتعدل عليه وانتهى الموضوع. بس ل黄 افترض يا سيدي ان انا حابب اعمل حاجة من الصفر. فبلتالي اقوم خارج عندي خالص خارج خالص من المشاهدة. اروح هنا عندي على فيديو اختار هنا عندي مثلا افتراضا اenser create حاجة من الصفر ان انا هعمل حاجة من الصفر. واخترت عندي المقاس اللي هو الو الخاص بانستجرام او اللي هو الى ال الخاص بقى انستجرام? طيب دلوقتي بقى انا حابب ان انا ارفع فيديو لي يعني انا هنا قبل ما اعمل اي حاجة انا حابب يا سيد اضيف افتراضا يعني هنا اقدر اختار مجموعة من ال هنا عندك مجموعة من فيديو تقدر ان انت استخدمهم او ان انت مسلا افتراضا تختار من لون يعني مسلا هنا اقدر ان انا اروح عندي على واختار اي لون انا عايزه مافتراضا اللون ده اقدر هنا اختار اي لون انا عايزه افتراضا اختار اللون ده مسلا بالمنظر ده او ان انا اروح هنا عندي واختار الوان من الالوان دي كلها وعندك هنا مجموعة من الخيارات الاخرى زي ما تشايف تقدر تختار اللي عجبك منه تمام اختارت اللون وزبطت كل حاجة طيب اجي هنا بقى يا سيدي ان انا مسلا هنا عندي مثلا ان انا مسلا اختار نمط الالوان بس ده لو انت مش عايزه فكك منه يعني باختار شديد مسلا بقدر اختار نمط الالوان بيديني مجموعة من بلتات الالون بقدر اختار انمط ما بينهم فمن هاش لازمة الصراحة انا شايف ان يعني ان انت لو اخترت هيكون افضل واحسن واشيك كمان ان انت تختار جاهز يعني الاساس ان انت اي حاجة مختلفة. دلوقتي يا سيدي هنا عندي خيارات اخرى. لو انجيت هنا عندي على الميديا وروحت هنا عندي على الفوتوز اقدر احط صور ليه لو انا حابب او اقدر احط فيديوز او اقدر احطه اوديو. فانا عن نفس هنا اختار افتراضا الفيديوز. انا مثلا حابب ارفع فيديو لي. افتراض ناسين اختار عندي الفيديو ده. ابلود فروم اه ديفايس. تمام? لو انجيت هنا عندي على الفيديو ده اقدر يا سيدي اختار فيديوهات لي هنا فين ثانية واحدة ما علش عندي فيديوهات كتير هنا اصلي افترضا يعني اختار الفيديو ده عشان الفيديو خفيف وسريع يعني او اختار مثلا يا سيدي الفيديو ده افترضا انا جيت رفعت مثلا الفيديو ده جيت رفعته زي ما تشايف ان الفيديو عريض الفيديو شكله مش حلوة يعني مثلا لو جيت انا كبرت او صغرت اقدر طبعا اعمل كروب زي ما انت شايف بس مهما ان كانت صراحة الفيديو بأمانة يعني الفيديو مش ظريف شكله مش حلو طيب أقل أقدر أن أنا أعد لنقطة دي أقولك آه هنا في ميزة جميلة أوي في أدوبين أنت تقدر تعمل كروب وهنا بيضم لك مجموعة من الخيارات أقدر خلي الفيديو دائري أقدر خلي الفيديو مثلا بشكل مربع ده أقدر أختار حاجات وتأثيرات يعني زي ما أنت شايف بص فبيديك صراحة مجموعة من الخيارات جميلة جدا افترضا أنا لو جيت اخترت الخيار ده اللي هو الكروب ده هيبقى عندي شكله مميز شوية كأنه زي ما تقول ايه كارف كده فاهمني هوريك أنا دلوقتي بص يعني افترضا أنا جيت دلوقتي عملت كروب بالمنظر ده بص دلوقتي جيت مثلا أه رفعت مثلا الفيديو بتاعي فوق كده شوية بص الفيديو بقى شكله عامل ازاي هتحس ان فيه زي كيروف كده من على الجناب فاهمني زي ما أنت شايف فبالتالي أصبحت النقطة دي مميزة قوي في الفيديو واصبحت شكلها جميل اقدر هنا مسلا عدل الكيروف ده خليه كده هو مسلا المنظر ده على اساس يكون شكله اجمل بص زي ما انت شايف فامني اصبح كده هو عامل كيروف اقدر ان انا اعمل زي ما تقول ايه يعني اضيف بعض التأثيرات عليه كمثال زي مثلا تمام اقدر اضيف للفيديو زي ما انت شايف تمام اقدر اخليه افتراضا او غيره اقدر اخليه مثلا الوان يعني احط الان مثلا عشان اخليه ايه شكله حلو بالمنظر ده كده هو تمام بس اقدر اضيف تأثيرات اخرى كمثال زي ان انا مثلا اضيف الوان عليه تمام اللي هو بمعنى اضق ان انا ايه اللي هو الادجاسمند ده اقدر ان انا ازق ابين التباين وقال البلاك والكلام ده كله كأنك تبت لون على فيديو بالزبط زي ادو ببريمير عندك هنا في خيارات اخرى هو مثلا ان انا اضيف هنا الى هو الان مثلا اقدر اضيف بالمنظر ده اقدر اضيف هنا عندي مجموع من الانيميشات جميلة جدا الصراحة زي ما انتشايف بص كل واحد لي الطريقة بتاعته زي ما انتشايف جميلة الصراحة كلهم جمال افتراضا انا جيت مسلا بالمنظر ده ده اجمل الصراحة اجبني اوي اكتر يعني ده اعجبني اكتر بيحب اوي النوع من التأثيرات ده عندك هنا طبعا بيقول لك انت حابب لو بيبقى يعني طول تشغيل الفيديو يبقى عامل ازاي هل مسلا يكون بتحرك بالمنظر ده وخلافه امني فبيديك مجموع من الخيارات امني تقدر ان انت تختار ما بينهم انت حابب الفيديو يكون عامل ازاي تمام انا مش حابب ان اخلي حاجة في النص عندي انا طبعا بيقول لي اللي مسلا هنا عندي اخليه مسلا بنفس الفكرة دي ولا اعمل حاجة تانية احسن زي ما انتشايف بص ده سلام الله علي تمام نشيل بس الصوت خالص ممكن اقلل الفيديو شوية واجي هنا عندي اللي مسلا على الفيديو بالمنظر ده لو جيت هنا دوسط عندي كده اقدر ان انا اقلل الصوت شوية الفوليم مسلا جيت هنا عندي على الفيديو اقدر قلل الفوليم شوية تمام اشير الفوليم خالص لو انا حابب تمام هتلاقي عندك هنا مسلا الدخول شايف يعني شكل شايف عامل ازاي والخرج بتاعامل ازاي بص شفت اقدر هنا مسلا اضيف انواع اخرى من الفيديوهات او الميديا بشكل عام لو ناجيت هنا مسلا عندي عني مجموعة كبيرة جدا من الاشياء اللي انا قدر استخدمها التأثيرات اقصد طيب عندك هنا في لو انا جيت هنا عندي على افتراضا الميديا اقدر مثلا انا اختار مجموعة من الفيديوهات استخدمها داخل الفيديو بتاعي اسناء التصميم يعني افتراضا بص لو انا جيت هنا مثلا ممكن اختار الفيديو ده اكبره انا حابب بس افاهمك الفكرة واعمل بالمنظر ده كده مثلا واعمل افتراضا من هنا هو عندي فين خير لو انا جيت هنا عندي عملت مسلا افتراضا وانا ساخت ده وحطته هنا هو بص شكله بقى جميل ازاي بص لانا جيت شغلت شفت الفيديو بقى شكله عامل ازاي شكله جميل والله اديتك حاجك مختلفة شوية تمام بتقدر تطبق الشيء اللي انت عايزه او الفيديو اللي انت عايزه حرفين وانت قاعد كده اونلاين بتعمل كل حاجة والجميل اللي ده مجاني عندك هنا على الجنب في حاجة اسمها مسلا افتراضا ان انا اقدر هنا يعني ادوس اضيف حاجة جديدة عايزة كان مثلا انا بيقول لك مسلا افتراضا ان انا اعمل ان انا مسلا حابب اضيف مسلا حاجة اخرى او زي ما تقول مشهد اخر يعني مسلا مشهد طويل حابب ان اضيف مشهد اخر اقدر ان انا ابدع في مشهد اخر اقدر استخدم من هنا هو لو انا جيت مسلا هنا اقدر استخدم من هنا هو تمام زي ما تشايف اي يعجبني اقدر استخدمه تمام اقدر ان اصنع من الصفر زي ما انت شايف تمام? قادر ان انا اعمل مسلا افتراضا نقول يا سيدي يعني لو انا جيت مسلا كده. لو انا جيت مسلا هنا وعم ممكن اعمل حاجة اسمها دبالكيتش. ان انا مسلا ا اشيل ده بالمنظر ده كده وامسلا دليت. اجي عندي على الخيار ده اعمل دبالكيتش. هيعمل عندي هنا يعني زي ما تقول ايه فيديو اخر اقدر ان انا اشيل هذا. وحط فيديو اخر لي. افتراض ان اجيت هنا عندي على hago in media او مجدس جاي مسلا هنا احضر اختار مسلا اي فيديو ليه افتخذنا الفيديو ده انتظر لحد طبعا هنا بس هو ايه دايما بقع في النقطة دي فعلا انا جيت مسلا كبرت شوية الفيديو بالمنظر ده اقدر هنا مسلا اعمل حاجة اسمها نفس يعني زي ما قلت لك تقدر تختار ده عشان يكون شكله حلو وطبعا تختار اللي نسبك يعني انا كل ده بقى ايه يعني بحاول ان انا اسهل عليكم الدنيا من ناحية الافكار تقدر تختار اللي انت عايزه تقدر تختار الماشا ده اللي انت عايزه فيامل يا بالمنظر ده كده هو مسلا تيجي على الفيديو تدوس على الفيديو هنا هديك مجموعة من الخيارات صري معلش ثانية واحدة اه زي ما تشاهد بص او ما كانش رضي يضبط الاول اقدر قلل اقدر اسرع وقلل الفيديو عندك هنا الكواليتي اقدر مسلا خليه شفاف او بتاعك هنا عندي مجموعة من الخيارات من ناحية الفلاتر زي ما تشاهد بص تمام اقدر اخليه شفاف او غيره. ده لو طبعا ده لو انت عندك اللي هو ده لو هو يعني عندك هنا مجمع من خيارات تقدر انت تضبط منها الفيديو بتاعك حرفيا. والصراحة انا شايف ان دي ميزة جميلة قوي من من ادوبي حقيقي يعني اتمنى ان هي ما تبقاش مدفوعة زي بقية البرامج هنا تقدر تعمل ما بين الاتنين زي ما تتشايف مسلا اللي هو تقدر تعمل ما بين الاتنين بص يعني مسلا افتراضا جيت اشغل يعني اجي مسلا على الحتة دي اجي اشغل زي ما انت شايف يعني انت شفت اقدر اعمل اقدر اضيف بعض الحاجات مثلا التأسيرات زي ما انت شايف اقدر مسلا اضيف التأسير ده طبعا مش هادر عشان هو باللون الاسود وده غباء مني اقدر مسلا اضيف حاجة اخرى مسلا افتراضا زي ما انت شايف يعني اي يعني مجموعة من التأسيرات اقدر ان اضيف تأسيرات مسلا تمام اجي اشغل افتراضا اجي اشغل تقدر تضيف تأسيرات من الليل والحاجات دي. بس يعني عندك الموسيقى طبعا من ناحة لو انت جيت على مينة تقدر تضيف موسيقى لو انت حابب. وتقدر تعمل تعليق صوتي. وبس خلاص. ته كان الفيديو. طبعا هنا بقى تيجي عندك على ومن طبعا انت اختار الفيديو بتاعك هنا طبعا بديك مجموعة من الخيارات. عندك مسلا افتراضا. تيجي هنا عندك على تراح هنا جاي مسلا ما اختار الجودة. بيديك لحد طبعا لازم يكون عندك اه اللي هو النسخة المدفوعة. بس نفترض الف تمانين مجانا كويس جدا. اجي هنا اه اجي هنا طبعا اعمل عندي داونلود. وهي شكرا انتهى الموضوع انتظر عندي لحد اما يخلص ان هو يعمل رندر. وبعد كده المشروع عندي هيتحمل. وكده خلاص. طبعا النقطة دي لها افكار كتيرة جدا تقدر استخدمها في المستقبل. حرفين كتيرة جدا. يعني تقدر استخدمها في ان انت تقدر تعمل فيديوهات كاملة اه لصوتك على اليوتيوب او تيك توك او غيره وان شاء الله هتكلم عنها يعني فيديوهات قادمة بازن الله ومش هتاخر عليكم لو مضاعي يكون سريع يعني. وبس خلاص شافيكم عن خربة بازن للفيديو الجاي ومع السلامة.